أجرى معالي نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخارج الحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع معالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة السيد أيمن الصفدي وقد نقل معالي خلال الاتصال استياء واستهجان دولة الكويت لما صدر على الجماهير الأردنية من إساءات لدولة الكويت من خلال الهتفات التي تمثل اقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة بل وتشويهها لمقاصدة وذلك خلال المنظرات التي يقيمت بين المنتخب الكويتي والمنتخب الأردني مساء أمس الخميس في عمان وقد عبر الوزير الصفدي من جانبه عن أسفه واستيائه من هذه التصرفات التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية وما يكنه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت مؤكدا أن بلاده لن تقبل بمثل هذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءتها لمعرفة من يقف خلفها ومحاسبته